بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم إخواني واخواتي وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وهذه حلقة جديدة من برنامجكم هداية القلوب والذي يأتيكم للحديث حول أبرز وأهم الأمراض القلبية التي نحتاج جميعا إلى دفعها وإلى محاربتها وإلى معرفة أسبابها وإيجاد المخرج والعلاج لها هذا المرض هو باختصار مرض العجب بالنفس أن يعجب الإنسان بنفسه حتى يؤدي به الأمر إلى أن ينسب النعم إلى نفسه وينسى الله عز وجل يؤدي به الأمر إلى أن يعتقد أن علمه وذكاءه وفطنته وخبرته هي التي قادته إلى هذه المكانة التي وصل إليها وهذا بلا شك أنها صورة من صور الجحود صورة من صور كفران النعم صورة من صور التعالي والاستعلاء على رب العالمين ولذلك الله عز وجل حذرنا من أن يعجب المرء بنفسه وأن عاقبة العجب بالنفس هي الهزيمة والانكسار والذل أي أن كان صورة العجب بالنفس العجب بالنفس في العدد العجب بالنفس في العلم العجب بالنفس بالمال سأذكر على كل واحدة من هذه الثلاث نموذج أما عجاب المرء بنفسه في العدد والقوة والعدة فأدل دليل هي قصة الصحابة في غزوة حنين غزوة حنين هي غزوة توجه فيها المسلمون إلى قتال قتال أهل الطائف ولما رأوا أنفسهم وكثرتهم كانوا عشرة ألاف قال بعضهم والله لن نهزم اليوم من قلة يعني هذا العدد لا يمكن أن يهزم وكانت النتيجة هي الهزيمة في أول المعركة والغزوة ثم بعد ذلك انقلب إلى نصر بعد أن ثبتوا وصدروا والله عز وجل أراد أن يعطي المسلمين درس في هذا المعنى درس وهو قضية اليوم عدم الإعجاب بالعدد قال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لاحظوا معي الصحابة لا يعرف أنهم يوم الأيام انتصروا بسبب عددهم بل كانوا في كل الغزوات التي انتصلوا فيهم القلة لماذا لأنه كان معهم اليقين ومعهم هضم النفس ومعهم الذل تذل لله عز وجل ومعرفة قدر الإنسان نفسه وعدم التعالي فكانت النتيجة هي النصر بينما لما أعجب في مرة واحدة فقط بعددهم أراد الله أن يؤدبهم أراد الله أن يؤدبهم أراد الله عز وجل أن يعلمهم قدر أنفسهم بأنه سبحانه وتعالى هزموا في أول معركة ثم بعد ذلك انتصروا العجب بالنفس في المال وأدى الدليل عليها قصة قارون لذلك قارون لما قيله وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المستدين ماذا قال؟ هنا جاء العجب قال إنما أتيت على علم عندي يعني هذا المال أصلا هو نتيجة خبرتي نتيجة ذكائي نتيجة معرفتي بوجوه التجارات النتيجة قال فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونها من دون الله وما كان من منتصرين إعجاب بالنفس بالعلم الإمام الموردي رحمه الله تعالى يقول خرجت يوم من الأيام ووقع في نفسي أنه لا أحد أعلم بالفقه مني ولما جئت إلى حلقة العلم جاءت امرأة مع جارية لها تسألني مسألة فلم أستطع لها جوابا مع أنها مسألة يسيرة يقول فعلمت أن الله أراد أن يؤدبني انظروا العجب النفس كيف خذل صاحبه في هذه المواضع لماذا لأن هذا الإنسان لم يهضم نفسه ولم يعرف قدر اليوم أن يذل للعلم ويذل كذلك لما أنعم الله به عليه للحديث بقية بعد هذا الفاصل مرحبا بكم أخواني و أخواتي عودة لما كنا قد وقفنا عنده قبل هذا الفاصل ومن القصص أيضا التي ذكرها الله أعزوه لنا في من أعجب بنفسه هي قصة صاحب الجنتين هذا رجل أنعم الله عليه ووسى عليه وعطاه بستان عظيم لكنه للأسف لم ينسب هذه النعمة إلى الله وإنما نسبها إلى حوله قوته وذكائه قال الله عز وجل واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تضرب منه شيء وفجرنا خلاه من أهره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا سبحان الله انظر وصل به العجب إلى أنه كأن إبادة هذه الأرض أمر يعجز الله عنه انظر هذه الجريمة العظيمة التي وقع فيها هذا المتكبر فكانت النتيجة أن الله قال وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لكن بعد ماذا لذلك هذا نتيجة حتمية حتمية إلى إعجاب المرء بنفسه بعض الناس أحيانا الله ينعم عليه بنعمة عنده منصب عنده سيارة عنده مثلا بيت فخم عنده أرصد في البنك يبدأ يمشي بين الناس وهو متكبر متغطرس لا ينظر إلى الناس أنهم بشر لذلك الله جل وعلا حذر هؤلاء قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني أين ستذهب لن أكبر من الجبال ولن ستخرق هذه الأرض فلماذا الكبر لماذا الكبر لماذا اليوم الترفع لهذا الله عز وجل زجر هذا الإنسان الذي اتصف بهذه الصفة وهي صفة الكبر والعجب النفس الذي أدى به الأمر إلى الغرور وإلى الاستعلاء عن الناس والتكبر عليهم بسبب لونهم جنسيتهم مالهم فقرهم وظيفتهم إلى غير ذلك مما نرى ونشاهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قال بين رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات أما المهلكات فقال شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن أن يعجب المرء بنفسه وهذا من الأمور التي تتهلك الإنسان وتعرف وتجعل لا يعرف قدر نفسه وإنما ينظر للناس بعين الاحتقار وكان يحيى بن معاذ يقول إياكم العجب فإن العجب مهلكة لأهله وإن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب طيب ما هو علاج العجب نقول أولا أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن يتذكر في عيوب نفسه لأنه لو فتش في عيوب نفسه لم ينظر إلى العجب بنفسه لهذا قيل قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى من اشتغل بعيوب نفسه أغناه ذلك عن أن اشتغل بعيوب الآخرين أيضا أن يعلم الإنسان خطورة اليوم احتقار الناس وخطورة الكبر والترف عليهم وأن نتيجة ذلك هي العقوبة الدنيوية بأن يذل الإنسان الله هذا المتكبر ربما بمرض يسير أو بألم قليل ولا يدل الإنسان من أن يتيه ذلك أيضا وأختم بهذا أن يتذكر الإنسان أن ما عنده من النعم أعطاه الله إياك ليس لحبه لك إنما أعطاك الله إياها ليبتليك بها قد تنجح في هذا الاختبار وقد تفشل فإن نجحت فأحمد الله وإن فشلت فلا تلومن إلا نفسك للحديث إن شاء الله تعالى بقية وحلقة جديدة وموضوع جديد في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة